قيمة الزكاة على العقارات ومتى تدفع نسبتها علما بأنه تحصيل الإيجار بيتم بشكل شهري بالنسبة للزكاة على العقارات أولا إذا كان العقار للملكية الخاصة يعني إنسان عنده شقة سكنية خاصة أو منزلا أو سيارة أو حديقة وكان هذا لمجرد الاستخدام الخاص الاستخدام الخاص لا زكاة عليه إنما العقار الذي يدر عائدا اللي هو الإيجار يعني الآن فحضرتك والله نشوف هذا الإيجار بعد كأسنة بيخصم منه المصاريف اللازمة لإدارة هذا العقار يعني زي الكهرباء زي أجرة البواب أو راتبه الصيانات وصياناته كله ثم زي حكاية عروض التجارة بالضبط ثم الصافية طلع له 2.5% لكن نفرض أنه أصرف العائد زي للأسف الإيجارات القديمة لا خلاص هيخرج إيه لا ده هيصرف العائد ويحط من جيبه لا نعم والإيجارات القديمة نرجو الله أن يجعل لها مخرجا وحلا بإذن الله إن شاء الله موسيقى